الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاف على هذه الأمة المرحومة من أمور وسننظر إن شاء الله تبارك وتعالى في بعض ما خافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمة فالله جل وعلا امتن على الخلق بباثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجمع له في رسالته بين البشارة والندارة قال تعالى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشر ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعطاه الله تعالى من نعوت رسالة أكملها قال سبحانه فإنه لا يرضيه إلا دخولكم الجنة مشفق على أمته ناصح له ومن كمال نصحه أن بيّن لأمته ما يخافه عليهم من الاعتقادات ومشقة التشريع وتنفير الناس عن الإسلام والدنيا وفتنتها وما يكون في آخر الزمان وتغير الحال وعقوبات الدنيا والآخرة وبيانه صلى الله عليه وسلم ذلك لأمته دليل على أنها تبتلى به وأنها تظهر فيها فأشد ما خافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته من الاعتقادات وقوعها في الرياء بتزيئن العبادات للآخرين فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء رواه أحب بل خافه صلى الله عليه وسلم عليهم أكثر من خوفه عليهم من المسيح الدجال قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل وإذا كان خوفه على الأمة من الشرك الأصغر شديدا فما الظن بخوفه صلى الله عليه وسلم على أمته من الشرك الأكبر قال الإمام بن القيم رحمه الله التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنضفه وأصفاه فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه فالتوحيد كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر وكالمرآة الصافية لداء أدنى شيء يؤثر فيها وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتمة الشرائع اختصت بالكمال والسهولة واليسر قال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وبهذا الأصل العظيم بعث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه الأمة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدت بالحنيفية السمحة فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حرصه على هذه الأمة أن يصيبها أدنى ما يؤثر في أعتقادها أو يحيط بعباداتها أو يدنس معاملاتها بيّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يخشاه عليها من ذلك وقد خشى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته ما يضاد السهولة واليسر من العنة والمشقة بأن تزاد عليهم الفرائض فيعجزوا عنها أو أن تكثر عليهم الأوامر فيقصروا فيها فراجع ربه ليلة الإسراء والمعراج لما فرضت الصلاة خمسين وسأل ربه التخفيف لهذه الأمة حتى صارت خمس صلوات كما في الصحيحين وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بعض الأعمال مخافة أن تفرض على الأمة قالت عائشة رضي الله عنه إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو أن يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم متفق عليه وقد يعمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمل الصالح فإذا تسابق الناس عليه وهو شاق لم يفعله معهم لألا يفرض عليهم فقام ليالي من رمضان في المسجد فأتم الناس بصلاته فترك الخروج عليهم ثم قال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام عدة ليالي قيام رمضان في المسجد وصلَّى بصلاته جمعٌ من أصحابه فلما كثروا لم يخرج إليهم ثم علمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن امتناعه عن الخروج إليهم والصلاة بهم كان له سبب وهو خشية أن تفرض عليهم تلك الصلاة فيعجزوا عنه فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبرت عائشة رضي الله عنه خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدَّتوا فارتمع أكثر منهم فصلَّوا معه فأصبح الناس فتحدَّتوا فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلَّى فصلَّوا بصلاته ايتموا به فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفِّي الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمر على ذلك متفق عليه فالذي منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاة التراويح في جماعة على عهده صلى الله عليه وسلم الذي منعه هو خشية أن تفرض والزمان زمان تنزيل وتشريع والرسول صلى الله عليه وسلم يخشى أن تفرض فيقع العجز عنها فتتورَّت الأمة في الإثم فتوفِّي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنهما انتفى المانع بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وظل المقتضي للصلاة في جماعةٍ بإمامٍ واحدٍ في ليالي رمضان قائماً فعاد أمر رضي الله عنه إلى الأصل فجمعهم على أبي بن كابر رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلةً في رمضان إلى المسرد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلِّ الرجل لنفسه ويصلِّ الرجل فيصلِّي بصلاته الرهد فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئٍ واحدٍ لكان أمثل أي لكان أفضل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كاب ثم خرجت معه ليلةً أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولا أخرجه البخاري استنبط عمر رضي الله عنه أن جمعهم على إمامٍ واحد أفضل من أن يكونوا أوزاعاً متفرقين وهذا الذي استنبط إنما استنبطه من تقرير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى معه في تلك الليالي التي صلَّوا خلفه فيه وإن كان كرِه ذلك لهم وكانت تلك راهية خشية أن يُفرَض عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل الأمن من أن تُفرَض صلاةٌ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجح عند عمر رضي الله عنه ذلك لما في الاختلاف من افتراق الكلمة ولأن الاجتماع على واحدٍ أنشط لكثيرٍ من المُصَلِّين قد يقول خائل ولكن أبا بكرٍ رضي الله تعالى عنه لم يُصلِّها في دماعة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلىها في دماعةٍ وأما الصحابة في صلاة الليل في قيام رمضان في المسرد عدة ليالٍ ثم امتنع خشية الفرضية وظل الأمر على ذلك حتى توفي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما كان عهد أبي بكرٍ رضي الله تعالى عنه لم يفعل ذلك الذي فعله عمرُ بعدُ رضي الله عنه ما السبب؟ السبب أن أبا بكرٍ رضي الله عنه لما تولَّ الخلافة كانت الردة وكان أمرُ مانع الزكاة على أشده فانشغل رضي الله تبارك وتعالى عنه بحرب المرد الدين ومانع الزكاة وكانت الأمور في غاية الصعوبة والتعقيد مع قصر مدة خلافته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم تكن أكثر من سنتين وعدة أشهر رضي الله تعالى عنه فلم يكن هناك مجال لأن يصلي المسلمون صلاة القيام في المسجد وراء إمامٍ وحب وظل الأمر كذلك صدراً من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه فلما استقرت الأحوال وجاءت الفتوحات واستقر أمر المسلمين ووقع كثيرٌ من الهدوء والأمن دخل عمر المسجد فوجدهم يصلون أوزاعاً متفرقين يصلي الواحد لنفسه ويصلي الرغط وراء الرجل فقال لو أني جمعتهم على إمامٍ واحد لكان أفضل فجمعهم إذن رجع عمر رضي الله تعالى عنه إلى الأمر الأول فلم يكن هناك شيء هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخروج إليهم خشية الفرضية ثم بعد ذلك جاء أبو بكر ولم يكن هناك مجال لذلك لانشغال الأمة كلها بما وقع من الردة فقد انتقض الأمر في الجزيرة وارتد من كان أسلم من القبائل حتى لم يبق على الإسلام إلا مكة والمدينة والطائف وبعض القبائل المتناثرة وعمت الردة أنحاء الجزيرة فاضطر أبو بكر رضي الله عنه والمسلمون إلى الجهاد في سبيل الله لعادة الأمر إلى نصابه مع قصر مدة خلافة الصديق رضي الله عنه وانشغل الفاروق رضي الله عنه في صدر خلافته بأمر الفتوحات وتوضيض أركان الدولة فلما استقر الأمر رجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعمل العمل الصالح فإذا تسابق الناس عليه وهو شاق لم يفعله معهم لأن لا يفرض عليهم فقام ليالي من رمضان في المسلم فأتم الناس بصلاته فترك الخرون عليهم ثم قال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها متفق عليه وكان لا يعمل أمام أصحابه أعمالا مخافة أن يثقل على أمته قالت عائشة رضي الله عنها عن الركعتين بعد العصر كان يصليهما وكان يصليهما ولا يصليهما في المسلم مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنه رواه البخاري وكان يختار لنفسه ولأمته ما كان أيسر وأسهل من غير أن يقارب إثما قالت عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه متفق عليه والإسلام يتألف الناس ورغبهم في الدخول فيه لما فيه من سعادتهم في الدارين والله جعل أحد مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم قال سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وكان صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الفيء عطاء من لا يخشى الفقر ويبذل أيضا للمسلمين ما يثبتهم على الدين وخشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ما ينفرها عن الإسلام فترك إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم بعد فتح مكة وقال مخافة أن تنفر قلوبهم متفق عليه والله تعالى زين الدنيا وهياءها واجعلها معظرا للآخرة وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن تفتنهم الدنيا عن حقيقة الاستعداد لما بعدها فقال صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض قيل وما بركات الأرض قال زهرة الدنيا متفق عليه وخشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمته التنافس على الدنيا أشد من خشيته على الأمة من الفقر فقال صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلقكم كما أهلكتهم متفق عليه والحياة دار اختبار وفتنة يبتل العباد كلهم فيها بأنواع الفتن قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا رواه مسلم قال الناوي رحمه الله أي تعاد وتكرر شيئا بعد شيء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن كثيرة كمواقع القطر ومنها كبار ومنها فتن تموج كموج البحر وقد خشى صلى الله عليه وسلم على الأمة الوقوع فيها والتأثر بها فقال صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفرودكم ومضلات الفتن وكان صلى الله عليه وسلم يتعود بالله منها في صلاته ويقول وعوذ بك من فتنة المحيا والممات وعمر أصحابه بالتعود منها قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أقبل النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال تعودوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن رواه مسلم والمسيح الددال خلقه كبير قال عنه تميم للداري رضي الله عنه لما رآه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا رواه مسلم ويوشك أن يؤذن للددال في الخرود وإذا خرج يفر الناس منه في الجبال وفتنة الددال فتنة كبيرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الددال ولا من نبي إلا وقد حذره أمة وقد خشى صلى الله عليه وسلم على أمته منه فقال غير الددال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فمرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم رواه مسلم والعلماء الربانيون ورثة الأنبياء يخشون ربهم ويبينون للناس دينهم وقد خوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن يزين الباطل ويكتم الحق قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون وخوف الرسول صلى الله عليه وسلم على من يضل الأمة أشد من خوفه عليهم من الددال قال أبو دد رضي الله عنه كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لغير الدجال أخوفني على أمته قالها ثلاثا قال قلت يا رسول الله ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك قال أئمة مضلين رواه أحمد بإسناد صحيح فالأئمة المضلون يخافهم النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أشد من خوفه على الأمة من الدجال مع أن فتنة الدجال ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة هي أكبر منها ومع ذلك ففتنة الأئمة المضلين الذين يضلون الناس عن الحق باسم الدين أشد من فتنة المسيح الدجال أي مما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أشد مما يخاف فتنة المسيح الدجال عليه واللسان أعظم الجوارح خطر وأقواها أثر وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ضوائل ألسنتها قال سفيان بن عبد الله التقفي رضي الله عنه يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته أن تعاجل بالعقوبة أو تفاجأ بالعذاب قالت عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء وتخيلت من المخيلة ويسحابة فيها رعد وبر يخيل إليه أنها ماطرة إذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعدلتم به ريح فيها عذاب أليم رواه مسلم وكما خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا عقوبات الدنيا خاف علينا عذاب الآخرة قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تل النبي صلى الله عليه وسلم قول الله دل وعلا في إبراهيم ربي إن كن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله جل وعلا يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُكَ رواه مسلم ويوم القيامة يُكرِمُهُ رَبُّهُ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ فأذنُ له في الشفاعة لديه فما يلبَتُ أن يَخِرَّ سَادِدًا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَحَامِدِهِ وَاتَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لم يكن يُحسِنُهُ قَبْلَ ذَلِك ثم يقول له ربُّه يا محمد اِرْفَعْ رَأَسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكُ وَسَلْ تُعْطَ وَأَشْفَعْ تُشَفَّعْ فَيَقُولُ يَا رَبُ أُمَّتي أُمَّتي متفق عليه ولما وصف صلى الله عليه وسلم لأمته مشهد العبور على الصراط في الآخرة وتخطف الكلاليب للعباد تلقيهم في نار دهنم وما يعتر العباد عندئب من الهلع والفزع والخوف على أنفسهم بين أنه في ذلك الموقف العظيم خائف على أمته فقال وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ رواه مسلم إن الله تعالى حذر من اقتراف الدلوب كلها وأمر بالتنابها قال سبحانه وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أحق بالحذر ومما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته التمسك بهديه والعض على نصائحه بالنواجد قال صلى الله وسلم وبارك عليه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين إن الإيمان لا تتم نعمته إلا إذا أنعم الله تبارك وتعالى به على العبد وثبثه عليه حتى يلقاه قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي والنعم لا تتم إلا بالإيمان وكل مسلم مأمور أن يدعو ربه بالهذاية في كل صلاة إهدنا الصراط المستقيم وعلى المؤمن أن يخاف من فقد هذه النعمة أو نقصانها فالزم هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وسنة واحضر مما حذرك منه وخف مما خاف عليك منه لتأمن في الآخرة إذا خاف الناس فطاعة الله ورسوله دالبة للأمن قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نسأل الله أن يمن علينا بالأمن والأمان والسلام والسلام إنه تعالى هو البر الكريم والرحيم المجيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين